بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيباتي مرحبا بكم اليوم معايا في فيديو جديد راح نقدم لكم وصفة شخشوخة الدفل ولا شخشوخة ولا كيما نقول لها احنا في قسم دينا نحتاج لها الدقيق الدقيق لازم يكون بيض مليح وارطب ما شيء دقيق متوسط ولا حرش لازم يكون الدقيق رطب شوية ولازم يكون فيه لألك ما ميكون شوية سمر ولا ما شيء مشكل ساعات خي ما نطيحوش في الدقيق المليح نديرو بالدقيق اللي شات يكون سمر نبلوها يابسة شوية نحطوها في ساشي ونحطوها تركح من بعد كي تركحنا نحبو نبلوها في الليل والصباح نش بدوها نبدو نعجن ونحبو نبلوها الصباح مهم نقوها شوية ترنخطو طراتا ما نبدو نعجنو فيها بلا ما نقطعو نعجنوها لازم نعجنو مليح نحن تعود تترشق كي العلق كي ما يقولوها نبقى ونعجنو فيها نعجنو نعجنو حتى نتولي كي ما العلق تترشق تبعو برك حبيبتي الوصفة متاعي رح ما نبخلش عليكم بأي سر من أسرار الشخشوخة نعطيها لكم بكل مصداقية بإذن الله كامل رح نتجحو فيها خاصة لبنات الصغار اللي ما يعرفوهاش ها نعجننا أنا قصيت لكم المقطع تعال العجن خطرة حيكون طويل نعجنوها مليح ونبقى نديروها هكا كي حربوش هكا نحربشوها نقصوها بالموس اللي تحب تقرقبها تقرقبها واللي تحب تخليها هكا خاصة اللي يديرو المشاريع والله هادا الطريقة رح تسهل علينا نخليوها هكا بلا ما نقرقبوها واللي تديرها لدارها بركو وتحب تقرقب تقرقب هكا عاي سهلة الآن ما فيها حتى يعني تعقيدات والله كلين نقرقبو في خبزة اكسرة نقرقبو هكا ولازم كين نقرقبوها نحطوها تركح تركح النساء مليح با نقدرون نبدأ ونحلوها هكا نقرقبوها بالعقل وشوفوا الكمية تعزوش خبزة الله يبرك قدها عطاتني عطاتني عشرين قرصة ولا نغطوها بنيلون ولا صاشي ولا في الماليمان بتاغ ونخليوها تركح على قدمة تركح لح تعطينا الطوع في الحلان دركاء نبدأ وشتول القرقبوها اللي قرقبتهم كيف هجعوا واللي خليتهم كا قصيتهم براك بلموس كيف هجعوا دركاء في طريقة الحل الحلان انتحى نجيبه النشاء باش نحطهم لوحده يجب أن تفهموا على وعجبنا النشاة لم يكن لديه الباط كما هذا يجب أن يسهلوا عليكم أو لا تقدروا تقوم بطرفة قماش كما كنا نقوم بكري لا تقوم بطرفة كون بخاس وتضعوا فيه النشاة وتقوم بصرة أو أخرين يقولون كموسة أو لا تربطوها بخيط وتقوم بطرفة نشاة كما كنا نقوم بكري تريدها تقوم بطرفة تقوم بطرفة ترسلوا بطرفة عجب لأن نقوم بطرفة مكتاز نحن أجلنا على حها نصنع عجب أن نضع وعجب فعجب ونزل في مدعبة وننظر هذه مدعبة ونقوم بطرفة هذه الناس ونستطيع عجب في مدعبة ونحن نحل إلى مدعبة ونستطيعي في التعليقات احنا نحلوها بالنشاة راني ندير في النشاة باش نربح في الوقت برك هكا نحل بالزوج هما يلتقوما والو مادامي ديرا فيهم النشاة من كترش اي ماش تريده تعلموه هكا بشوية تحبو تديرو بهكا علبة هكا لبايت هادو تعطالك اللي ما عندهاش تدير في اللبات الاخر كل واحدة وطريقتها ولي تحمل النشاة النشاة بيدها تزاك شوية برك بيدها والدردر كل واحدة وطريقتها دركها هكي نحل بالزوج ولازم نفرشوهم طرف قماش ولا ندردروا في السينية تاعنا بلاطا ولا سينية ولا ندردروا نشا بشها نضمنوا بلي مش حين يلزقونا هكا هكو تشوفو بهمية نضمنوا بلي مش حين يلزقونا بعد كي يجي ونهزوهم ولا هكا يعني طريقة سهلة وبسيطة اللي ما تحبش دردر نشاة تفرش كتانا هكي ما هكي وتحطها وتغطي بالكتانا حتى تكمل القريسات اللي عندها كامل وتولي السع تغطيها بشكارة تعني لعبه ما تقشلفش وفي اللخة اللي تحب تكمل تحل بيدها ومعندهش الماشينة تحلها ترقق برك لازم تكون رقيقة واللي عندها الماشينة تدير في رقم 2 ما تديرش في رقم 1 حتكون رقيقة رقم 1 راو تأتري دا تعلموس ولا الرشتة رقم 2 را حتجيك روعة بإذن الله انا هدي هي نديرها في رقم 2 وجيني ما شاء الله واللي كي ما قلت لكم لي ما عندهش الماشينة تحل بيدها يعني ساهلة ما هي شي واقرة ولا بنات صغارة ولا قدروا يديروها نفرشوا لها طرف قماش ولا دران ضيف ولا عزار يكون ضيف نديرو سبيسيال ليها ومبعد نبقوا هكا حتى نكملوا نحلوهم كامل اللي عندها وحدة تعاونها هي تحلو الوخرة طيب لها هاي تعاونها واللي ما عندهش اللي يعاونها هاي تدير هكا تفرش وتغطي وليت وفرحها رايحة تبطة باش تبدأ حل تغطيها بشكرانية لوحة نتعود رايحة تحلها حكا باش متقشرفش حكا نبدأوا نطيبه وقد نجيوا نطيبه نطيبه نديرو نار ضليلة مهما تتحرق الناشو وما تديرون ناشو هاي الشلافت فيها ومن الأحسن الطاجين تعني يكون مفيش ليدان لكن عادي وحدة طيبة فيه تريدة الطاجين ولا من قبل ولا الشواط ولا تخصلي وتعاودي تخصلي وتعاودي انا دلت لها هذا طاجين سبيسيال بها خطر مكشي يبقى يخرج ليدام وتسمى لي ما عندهاش عادي قبل ما نشري الطاجين هادا كنت نخسي المليح ونمسح ونبقى بالبابي اي سويتو هادا نمسح نمسح في اليدامات ونطيب عادي هاكا نطيبان ونقلبوا فيها هاكا بشوية قلبوا بشوية ونعسوا ما نتحركوا حتى بلاصة ونعطيكم جميع الاصرار باذن الله راح اتجيكم كي ما يحب الخاطر المهم لو كان يقسها ليدام راي رايحة ديلكم فيها الريحة رايحة الغمالة ديلكم فيها ولا تصوف لكم ما لازمش يقسها خلاص الزيت لازم تكون مو منح برك خاطرش تضيفوا هكا في فيديوهات يزيدون ها هكا قطيرات عزيت لا لا ما زيدوش الزيت الوصفة الاصلية تاعنا نحنا ليقسها بزيت غلي وضح يخبها في كونجلات وليا ما يحب الخطر والله ما يحب الخطر حين تيبسوها زيدو الزيت اه اه تسماجيتوها اللي راح بزيت ماشي تزيدو الزيت في الوصفة بصح اللي قودة رايحة ييبسها لا لا رايحة تديلو فيها الريحة ولا رايحة تغمل تغملو ولا تزرق ولا ولا نضعها في طرف تعقماش أو صرفيطة كبيرة نضعها في صاشي لازم الصرفيطة كي نضيفها وحايد مديروش كتان ومن بعدها ستندي تعرق لكم تاني ستدي لكم فيها ريحة القراسة لازم هكي صاشي ونخليوها حتى تبرد مليح ونبدأوا في العملية التشخشيخ التشخشيخ لازم تكون باردة تحبو تخبيو حتى في الفريجي داكي تعود كمية كبيرة كمانا شوفوا ربي بارك زوج قرصة تقدمه دارولي الله يبارك ما شاء الله هادي يجي كيلو ولا تفوت الكيلو ونبعد كيتوزنوها فتتوها هكا بالعقل قعدو في بلاسة بالطبع باينة قعدو في بلايسة هكا في الارد وشخشخوها ولا فتتوها ولا كما يقولوا وحايد يقولوا هم فتتت ها شخشخوها هكا بالعقل وحطوها تيبس تاني فرشولها حاجة في سني ولا في بلايسة هكا ما يقسوها ما يعديوش عالي الولاد وبهت قعد نضيفها وخليوها تيبس في حقلها هكا برك يعني سهلة وما فيهاش تعقيدات ولا تبان هي كي تشوفيها كتبان بلي فيها خدمة بصح والله يصدقوني غير السهلة اللي ما الف بها انا اصلا كون نقعد بلا بيها نقلق نشتين نخدمها نشتين ديرها بزاف المهم هذي هي العملية اللي تديروها وكيت بقالكم كي ما قلت لكم خبيوها فلسلية جيدة متخليوها شبالة ارا يديلكم فيها الريحة ويجبدو بالكمية اللي حين تشخخوها في ذاك النعار حطوها في ساشي صغيرة قدامكم كيتكملو وزيدو جبدو ولكن شتور حكم حين تبدو تقدروا تحطوها حتى في الكونجيلاتور وتجبدو بالطرف تاني زيدو حطوها في كتانا وحطوها في ساشي وهادي ذو كي يبس تنا انا يبسها بالطرف هادي عندي من قبل يبسها بالطرف شوفوا ربي بارك كيفها جات وان شاء الله بس حوله هنا الى الفيديو القادم ان شاء الله اشتركوا في القناة